السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام لحلقة جديدة من تواصل دوت كوم نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تدوله على مواقع التواصل الاجتماعي والبداية من العنوين في عنواننا الأول استمرار عمليات الاغتيال في محافلة البصرة الضحايا متظاهرون وناشطون والذريعة هي حرية التعبير في العنوان الثاني دعوات لاستمرار التظاهر في البصرة ولرفض القضاء الفاسد والميليشيات وفرق الموت وأيضا لدينا انخفاض حاد في مناسيب نهر الدجلة وغياب واضح للدور الحكومي في علاج الأزمة وأيضا ضمن العنوين لدينا في هذه الحلقة مشاهدين الكرام نتابع مع حضراتكم الفرق بين المؤسسات الحكومية في العراق والمؤسسات الحكومية في دول أخرى والمثال تركيا أهلا بكم تستمر حالة الاغتيالات في مدينة البصرة أخرها تم اغتيال شابين من أهالي بغداد صباحا هذا اليوم من قبل مسلحين أمام مبنى هيئة الاستثمار في محافظة البصرة وقرب أحد مقرات أفواج الشرطة التي لم تتدخل حراسة هذه الأفواج ولم يحاولوا إيقاف المسلحين طبعا في مدينة البصرة ما زالت موجة الاغتيالات مستمرة طبعا مثل ما جاي تشوفون هنانا الدماء الشباب أثنين أمام هيئة استثمار البصرة يعني وحتى ملابسهم بعدها موجودة الحادث يعني معرف جنائي إرهابي مثل ما جاي تشوفون تقريبا بحسب المعلومات اللي عدنا الحادث تقريبا ساعة ستة وثلث هذه الدماء ما زالت موجودة وأكثر من خمس سيارات بحسب شهود عيان يعني نزلوا على شباب أثنين الشباب صغار يعني أمام هيئة الاستثمار مباشرة يعني مثل ما جاي تشوفون أيضا هناك قوات أمنية متواجدة حماية دائما الحادث هذا ضمن السلسلة المستمرة في البصرة للاغتيالات يعني للأسف شباب بعمر الورد ملابسهم بقت قبل قليل يعني أخذوهم الأدلة الجنائية شفقات وأيضا الدماء وأيضا جاي تشوفون يعني بقايا الحادث هذا صباح اليوم اليوم الأثنين للأسف نحتاج إلى تفعيل جهد الاستخباراتي في متابعة هذه القضايا اليوم قائد شرطة جديد قائد عمليات جديد لابد من السيطرة على الوضع وما يجري في البصرة يعني جاي تشوف هناك شباب مزعجين من تواجد القوات لكن لم يحركوا ساكن تجاه ما حدث لهؤلاء الشباب أكثر من خمس سيارات بحسب ما ذكره شهود عيان هذه ضريبة الحرية هذه ضريبة من يدعو إلى الخلاص من الفساد إلى الخلاص من حكومات فاسدة من ميليشيات من قضاء فاسد هذه ضريبة وثمن من يدعو إلى التظاهر هذه ضريبة وثمن من يخرج ليتظاهر طبعا الأسباب كثيرة التي تدعو إلى الاغتيالات هناك أسباب مرتبطة أصلا بالمظاهرات وهناك أسباب أو عمليات اغتيال لأسباب ليست ربما مرتبطة بمظاهرات ربما حقد ربما كراهية ربما تحريض من طرف إلى طرف آخر من أجل تنفيذ عمليات الاغتيال هذه خلاصة القول الضحايا عراقيون الضحايا مدنيون الضحايا أناس مسالمون ليست لديهم مشاكل في هذا البلد سوى أنهم يطمحون إلى الأفضل يطمحون ببلد مثل باقي البلدان المحيطة هذه البلدان التي تتنعم بخيراتها والتي يعيش شعبها حالة أحسن من الحال العراقي حتى وأن كانت هناك ربما انتقادات لمجتمعات أخرى لكن في المجمل يعيش المواطن في تلك الدول نوع من الأمان نوع من الاستقرار حتى وأن كانت ربما هناك أزمات اقتصادية لكن في العراق الأزمات من كل اتجاه إن كانت ناحية أمنية أو اقتصادية أو سياسية أو طبية أو خدمات أو تعليم أو صحة قضاء وكثير من المشاكل الأخرى التي يعاني منها المواطن العراقي وإن قال لا فيتعرض للاغتياب نتابع مع حضراتكم الآن مؤتمر صحفي لمتظاهري البصرة دعماً للمطلوبين للقضاء واحتجاجاً على مذكرات القبض الباطلة وإشارة إلى أن المظاهرات ستعود بقوة إذا استمرت الحكومة بانتهاكاتها لحقوق البصريين وكذلك إكراماً لدماء الشهداء الذين سقطوا بالمظاهرات كما قال المتظاهرون سوى الخدمات والفساد زاد من أوجاعها السلوك الوحشي الذي قامت به القوات الأمنية تجاه المتظاهرين يقابله صمت رهيب من القضاء العراقي تجاه الانتهاكات الكبيرة التي تعرض لها المتظاهرون والموفقة من مفوضية حقوق الإنسان في البصرة ومن الإدعاء العام لكن مع الأسف الشديد التزم لإدعاء العام الصمت عن دماء الشهداء وعن الاعتقالات والتعذيب وعن الجرحة والاعتقالات حتى في المستشفيات ونحن إذ نعد البصرة مدينة منكوبة بسبب الخدمات ومياه الإسالة خصوصاً حيث تجاوز المتسممون 120 ألف مواطن فإن نكبة البصرة بصمت الإدعاء العام وضياع العدالة وانتهاك حقوق المواطنين أكبر ما نراه اليوم بدء موجة جديدة من الاستهداف لناشطين مدنيين عملوا على تهدئة الأوضاع ورفضوا حالة الحرق أو التخريب وساهموا في عودة الهدوء والسلمية للتظاهرات في البصرة من خلال نشاطهم الميداني ومن خلال التعاون مع الأجهزة الأمنية لكن هذا الهدوء لم يرقل مجاميع مسلحة حاولت وتحاول الضغط على الأجهزة الأمنية والتأثير على القضاء العراقي من خلال نفوذها وتهديداتها بهدف بعاد الناشطين المدنيين السلميين عن تظاهرات البصرة ليمرروا أجندتهم المشبوهة قد اختلف مع ما ذكر بنقطة واحدة فقط وهي محاولة هذه الميليشيات أو فرق الموت أن تضغط على القضاء وعلى القوات الحكومية في العراق الموضوع هو سيطرة هذه المجاميع المسلحة على القضاء وعلى القوات الحكومية تابعنا كثير من الحالات التي تتحكم بها أو الكثير من المواقف التي تظهر فيها تحكمات قادة ميليشيوية أو قيادات أمنية موجودة في الجيش أو في الشرطة تنتمي إلى أحزاب معينة هذه الأحزاب خاضعة لميليشيا معينة وبالتالي تتحصل على أوامرها أو على تعليماتها أو توجيهاتها من ميليشيات القضاء نفس الموضوع القضاء معترف به عالمياً في العراق أنه قضاء فاسد وبالتالي موضوع ضغط الميليشيات على هذا القضاء أو على هذه المؤسسة الحكومية هو هذا الكلام ربما قد يكون غير دقيق لأن الكل إن كان القضاء أو القوات الحكومية مشاركون رئيسيون وفاعلون فيما يحدث للعراقيين الآن سواء في محافظة البصرة أو في محافظات أخرى المشكلة هي بسبب الطائفية وبسبب التقسيم طبعا هذه الاستراتيجية التي وضعتها الولايات المتحدة من موضوع الفكر الطائفي والتقسيم والتعددية والحزبية التحزب وغيرها هذه الموضوع المواضيع أو النقاط أدت إلى أنه يتبع القضاء إلى جهة معينة تتبع القوات الحكومية إلى جهة أخرى الجيش إلى جهة والشرطة إلى جهة الميليشيات تتحكم يعني موضوع مدمر الآن حياة سياسية مدمرة في العراق لكنها قائمة على مبادئ وضعت من قبل محتل تتحكم طبعا في العراق بشكل عام وبالتالي الكل مشارك فيما يحدث للعراقيين الآن المتظاهرين أو حتى في المحافظات الأخرى نبقى في القضايا المتعلقة الآن بالعراق تصوير من منطقة أبو نؤاس في بغداد يظهر انخفاض مناسب نهر دجلة بشكل كبير ومفاجئ صباحا اليوم أدى طبعا هذا الموضوع إلى ظهور قاع النهر في بعض المناطق قرب المنطقة الخضراء فلنشاهد طبعا هذا نهر دجلة اليوم صباحا يعني فتشي مخيف بصراحة تخفاض عالي بمنسوب المياه بحيث طلعت أشياء عجيبة غريبة غير هاي الجزرات اللي بيها قصة بشوف بدت تطلع أشياء غريبة غريبة عجيبة بشكل عالي النهر أو شكة على الانتفاء التخفاض عجيب بمناسب نهر شوف 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 قام يطلع شوف يعني هذي ما كنا نشوف كنا نشوف بس ذاك هاي الجزرات اللي بيها قصب ونباتات اما هذي هذي اللفايات اللي بقاع النهر بدت تطلع بشكل عجيب كارثة بصراحة كارثة 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 بدت النهر ينخطه فاة كل اللي شعالي هذا دجلة هذا معقولة يعني اللفايات هذي يقاع النهر إيشقا مترلا وقد يجف النهر تماما أن استمرت هذه السياسات المتبعة حكوميا سياسة عدم الاكتراث سياسة الإهمال سياسة التفريط بثروات هذا البلد محاولة أن تدمر هذه الثروات إن كانت الثروة المائية الثروة السمكية الموجودة في هذه المياه كذلك الثروة الزراعية التي تعتاش منطق كثيرة على مياه الأنهار لتغذية طبعا الأراضي الزراعية الثروة الحيوانية التي طبعا على أثرها أو على أثر هذه المياه يتم سقي هذه الحيوانات وطبعا الازدهار بالثروة الحيوانية هناك مشاكل كثيرة أهم المشاكل التي تحدث في العراق هي المياه الواصلة إلى منازل المدنيين هذه المياه الملوثة بسبب سوء الإدارة وسوء الاستخدام وسوء التعامل الحكومي مع الأزمات الموجودة الآن أزمة المياه القاسية الموجودة الآن في العراق لا توجد سياسة حكومية واضحة تجاه ما يحدث الآن تعاقبت الحكومات والموضوع من سيء إلى أسوأ دليل على أن هناك ربما تعمد أو سياسة ممنهجة من أجل تدمير هذا البلد بثرواته ومقدراته ننتقل إلى موضوع مهم للغاية أيضا وهو موضوع التعليم في العراق أو التعليم في العراق وكذلك في المؤسسات الحكومية بشكل عام طبعا سنأت إلى نقطة التعليم في فقرة آراءكم تحديدا لكن نعرض لحضراتكم الآن وزارة التعليم في مدينة إسطنبول التركية قامت بوضع موسيقى في إحدى المؤسسات الحكومية التابعة لها حتى يرتاح المراجع ولا يشعر بالملل في فترة الانتظار فلنشاهد صباح الخير على الجميع عندي مراجعة بحد الدوار الحكومية في إسطنبول تحديدا موزات التعليم الآن الجاية ضايج لكن شفيت على المؤسس الحكومية في فرقة موسيقية حتى المراجعين لا يوجدون في الانتظار تصوروا في فرقة موسيقية حتى المراجعين لا يزهج من المعاملة عندما تتأخر المراجعين لا ينتظرون وان هذا المنظمين لا ينتظر وان هذا المنظمين لا ينتظر في فرقة موسيقية حتى نرتاح نفسيا دائرة حكومية وفي فرقة موسيقية حتى المراجع يرتاح فرقة موسيقية في مؤسسة حكومية في تركيا طبعا جئناكم بنموذج من نماذج حول العالم كثيرة تهتم بالمراجعين كمؤسسات حكومية تهتم بالمراجعين تحاول أن توفر لهم أكبر قدر من الراحة حتى لا يشعروا بالضيق بالملل بالاكتئاب بالانزعاج من الانتظار لفترات قد تكون طويلة في بعض الأحيان لكن دعونا نأتي إلى العراق هذا البلد الذي يمتلك ميزانية أكثر مما تمتلكه تركيا بأمواله بالنفط بالمقدرات الموجودة في هذا البلد والخيرات التي إن استغلت صح ستجعلنا أغنى من تركيا بمئات المرات لكن دعونا نشاهد في بلد في عام 2018 في بلد لديه ميزانيات تصل دائما في كل عام مع اختلاف أسعار النفط إلى 100 مليار دولار سنويا دعونا نشاهد المراجعين في دائرة التقاعد في محافظة البصرة دعونا نشاهد مدير التقاعد البصرة هو الجوحار وهم يردون الناس ما نطبق إلا كون عدا شغلة ضرورية يقول عمود الازدحام والموظفين ما جايق بقونا شوفوا الناس سارة طويل يقول لهم هاي المنتقى حدين ساعة ونصر سكي قضي بسرين يحسي خالي والله والله مجراءات التقاعد أي حاج يقول ما يطب إلا لعدة شغلة جوه جايت تونس العالم معاملة جوه سراحة أقول لعدة شيء ما يتخل صحيح هو سهواء يرجع الناس ما يخليهم يطبوا أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام كنا قبل قليل قد تحدثنا عن موضوع التعليم ومدى أهمية هذا الموضوع أو هذه المؤسسة في كل بلد في العالم المؤسسة التي تبني هذه الأجيال والتي تخرج إلى العالم أجيال قد تنفع بلدها وقد تنفع المجتمع العالمي بشكل عام بإنجازتها عموما في العراق أيضا مع ذكرنا لامتلاك العراق لهذه المليارات من الدولارات والحديث عن أن هناك مخصصات لوزارة التعليم أو التربية أو التعليم والتعليم العالي لكن في الواقع هناك معاناة كبيرة للتعليم في العراق إحدى المدارس في مدينة كاركوك تعاني من عدم وجود كادر تدريسي أصلا يشتكي الطلاب من تأخرهم بالبدأ بالدراسة بينما بعض المدارس ستبدأ امتحانات الشهر الأول ويعاني أيضا عدد كبير من الخرجيين من عدم توظيفهم على ملاك وزارة التربية بحجة عدم كفاية الموازنة وعدم الاحتياج لكادر هذه التبريرات الحكومية دعونا نشاهد بعضا مما ذكروه الطلبة كل مدرسي بس نموعدنا شون احنا موعدوا مدرسي هاي كون شار العرب وها كل مدروسة مدرسي هاي مالكتاسيا انت شو سمع الماثلوني مطلوب وعمالتنا النظال النظال بس نموعد المدرسين يدرسوني يعني لحسي دي بالعرب وها سوى انتحانات شهرية المدارس كموا ينتحنون المدارس كموا ينتحنون عشرات مئات آلاف من الشباب العراقي الأطفال الذين لا يجدون فرصة حقيقية للتعليم تخيلوا مصير هؤلاء عندما يخرجون إلى المجتمع عندما تبلغ أعمارهم عشرين وثلاثين عاما وهم بدون تعليم وهم بدون تأسيس صحيح ما الذي قد يحدث لهم ما الذي قد ينتجوه لهذا المجتمع دعونا نشاهد التعليقات التي جاءت على هذا الموضوع وهذا المقطع حكمة مصطفى يقول ماكو كادر والآلاف خري جيل كليات بلا وظائف أي مسخرة بالعراق في تعليق آخر زينة تقول شون راح يتعلم هذا الجيل إذا أساتذة مختصين ماكو ووزير التعليم شون دوره شنو هاي الدولة محد بعد يقدر يعيش بها ظلت بس بالاسم بسبب السياسيين اللي همهم فقط مصالحهم في تعليق آخر علي يقول هو هذا ضمن مشاريع تدمير التعليم يضاف إلى تدمير وإفساد القضاء وراهن التجارة وراهن التجارة والصناعة والزراعة حتى ما ينهض البلد ويرجع قوي مثل قبل أرشد يقول يا أخي شنو الغاية من دولة هيتش هذا تصرف نصف مدارس العراق نقص كادر وألاف الخرجين عاطلين وقاعدين والدولة ميزانياتها انفلاقية دليل برميل النفط وصل إلى 85 دولار لدينا أيضا ضمن التعليقات على هذا الموضوع حمادة يقول أو يقول السبب يعود للمحسوبية حيث الكثير من الكادر التدريسي يعمل المستحيل في سبيل أو يعمل المستحيل في سبيل يكون دوامة قرب المنزل وهكذا تجد النواحي والأقضية تخلو من المدارس والكوادر التدريسية أيضا وعد الغريب شلو أن الطالب ينجح لا مدرس لا اهتمام وين التربية ما تشوف المدارس وين وصلت إليك الله يا عراق لا الحكومة تعلم وزارة التربية والتعليم تعلم وزارة التعليم العالي تعلم الوزارات المختصة بتوظيف الطلبة أو الخرجين تعلم بحقيقة ما يحدث بالعراق الجميع يعلم لا يوجد ما يخفى الآن في العراق الأمور أصبحت واضحة أصبحنا نعلم من هو الفاسد ومن هو الصالح أصبحنا نعلم ما هي المشاريع التدميرية والتخريبية ومن هو الذي يريد أن يعمر الجميع يعلم لكن هناك تغاضي عن هذه الحقائق هناك محاولة لتشويه الصورة بشكل أو بآخر لتحريك الأدوات الإعلامية الحكومية من أجل إبعاد الحقيقة عن العالم وعن العراقيين في الداخل حول ما يحدث الآن ملايين من الخرجين آلاف مئات الآلاف أرقام كبيرة جدا مما يتخرجون سنة بعد أخرى يبحثون عن فرصة عمل في بلد لديه ميزانيات مليارية ولا يحصلون على وظيفة نراكم بعد قليل أهلا بكم الجديد الوسم بعنوان البصرة إلى أين هاشتاق على تويتر دعونا نتابع التغريدات التي جاءت أحمد البصر يقول البصرة مستباحة تماما من قبل أحزاب السلطة والذين يدعون حمايتها هم جزء من مشكلتها أيضا ضمن التغريدات خليل الجبوري يقول قتلوا شابين اليوم أمام بناية استثمار البصرة لتؤكد هذه الأحزاب وميليشياتها أن لا استثمار لها في العراق سوى الدم ولدينا أيضا وضاح الشمر يقول البصرة إلى أين بعد تعزيز الوجود العسكري في البصرة هناك انفلات أمني كبير ما ليقف خلف عمليات القتل والخطف في البصرة وما هو موقف الحكومة وفي آخر التغريدات علاء البصر يقول البصرة تعد من أغنى المدن في العالم ولكن سكانها يعيشون حياة بائسة ومجرد أن خرج أبناؤها للمطالبة بالعيش الكريم انهال عليهم الرصاص كالمطر واقع حال العراقيين بكل مكان في العراق نماذج كثيرة ولا يوجد حتى وقت لحصرها حول المعاناة التي يواجهها من يطالب بحقه في هذا البلد نراكم بعد قليل اشتركوا في القناة أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام دعونا أن نتعرف على أسباب خراب العراق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة جلسة اشتركوا في القناة نتابع الآن مشاهدين الكرام موضوع مهم للغاية وهو النفط الذي يسرق من محافظة البصرة هذه المحافظة التي تعتبر من أغنى المحافظات العراقية تعاني من سرقة نفطها وخيراتها وذهب هذه الخيرات إلى جهات أخرى في المشاهدة شرطة الطاقة العراقية أعلنت ضبط أكبر وكر لتهريب المواد النفطية في البصرة قوات الأمن ألقت القبض على 19 متهما وحجزت عددا كبيرا من الشاحنات والصغاريج المعدة للتهريب المهربون يضعون عدادات صادرة عن وزارة النفط على الصغاريج المهربة ما يجعلها في منأة عن التفتيش باعتبار أنها صادرة من جهات رسمية تهريب نفط البصرة مستمر منذ سنوات عبر شخصيات وجماعات حزبية وميليشيوية ورغم إلقاء القبض على المتورطين في إضاعة مقدرات أهالي البصرة ينتهي الأمر عادة بإطلاق سراحهم في كل مرة على سبيل المثال جماعة من المهربين تم ضبطهم ثلاث مرات لكن نتيجة الضغوط الممارسة من قبل نافذين خرجوا وعاودوا متابعة أنشطتهم الشرق الأوسط كشفت عن عائلة مشهورة في الزبير تعمل في تهريب النفط لكن لا يستطيع أحد الاقتراب منها والمبرر أنها تظهر قدرا كبيرا من التدين عبر بناء الجوامع والحسينيات المسؤولون في الشرطة العراقية يخشون أن يكرر السيناريو ويطلق صراح المهربين كما هو معتاد سيد الحديد العربية نتابع الآن مشاهدين الكلام هناك أزمة تحدث في أوروبا بسبب اللاجئين طبعا هناك أزمة ما بين ألمانيا وما بين إيطاليا إيطاليا التي ترفض أن ترسوا السفن التي تقل المهاجرين على مياهها الأقليبية طبعا وكذلك ترفض أن ينزل اللاجئون أو المهاجرون غير الشرعيون إلى الأراضي الإيطالية طبعا ويتركون في البحر لفترات طويلة دعونا نشاهد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الختام أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء